السلام عليكم اليوم سأتحدث عن مشكل يظهر في كروت الـ RX-5000 والـ RX-1000 بشكل عام وهو يأتيني ناذراً في الوقت الحالي على الأقل لكن إذا ظهر لك هذا المشكل فقد يعني أن الكارت الخاص بك قد ودعت بنسبة كبيرة جداً وكي أظهر هذا المشكل فلدي كارتين الأولى هي الـ RX-5700X الموضوع عليها علامة صويو والصورة تظهر فيها بشكل عادي لكن يوجد خطوط على الشاشة كما يظهر وهذا المشكل ليس من الفيران لأن هذه الكروت لن تعطيها أي صورة في حال كانت مشكلة منها أو ستعطي الصورة وتعمل الكارت بشكل عادي لكن سيخدث كراش أثناء اللعب لهذا فمشكل الفيران في هذا الكارت مستبعد بشكل كبير جداً وحتى اختبال الفيران في هذا الكارت لم يظهر وجود أي مشاكل فيه وعند الدخول إلى الويندوز يمكن ملاحظة أن معلومات الـ GPU-Z ناقصة وكذلك يوجد الخطأ 43 في الـ Device Manager وهذه الأشياء من المفترأ أن تحدث لكن بدون ظهور أي صورة وهذا الكارت أيضاً لا يعمل فيه منفذ الـ HDMI لهذا بنسبة كبيرة جداً فقد حدث مشكل فيه أدى لتدمير القلب وهذا شائع كثيراً في كروت الشاشة لأنها لا تحتوي على حمايات في منافذ الشاشة الخاصة بها مثل أجهزة الكونسول التي تحتوي على إنكودر وفي الغالفة هو أول شيء يتعطل في حال فدود مشكل في مدخل الـ HDMI وثاني كارت هي الـ RX 5700 XT ولديها مشكل يشبه الكارت الأول لكن بدون ظهور RTX على الشاشة وقد جربت اختبال فيرام ولم يظهر أي خطأ وكذلك جربت تغيير بايوس لأنه قد يسبب مشاكل مثل هذه لكن كل هذا بدون نتيجه لهذا جربت آخر شاء القيام بالريبال للقلب وهذه المرة جربت شيء مختلف باستعمال كرات الليحة وهذا شيء جربته قبل مدة طويلة جداً لكن أثناء التسخين لسبب ما لم تلتسق الكرات بشكل جيد وهذا قد يكون لعدة أسباب منها نوعية الكرات السيئة مع أني اشتريتها بثمن مرتفع أو قد يكون بسبب الفلاكس المستعمل لكن على كل حال عد إلى الطريقة التقليدية التي أستعملها وأكملت كل خطوات المتبقية وبعد الانتهاء ركبت الكرات مرة أخرى وكما توقعت بقي نفس المشكل والاستنتاج من كل هذا أنه في حال كانت لديك كرات مثل هذه وظهرت لديك أرتفاكس بدون حدوث أي كراش بشكل سريع ففي الغالي فالمشكلة ستكون من القلب وللأسف ستعد هذه الكرات كذلك غير قابلة للتصليح الكرات الثالث هي الـ RX 5700 XT من Sapphire وحسب كدام صاحبها فقد أخذها لمصلح لكن بعد مدة تعطلت الكرات مرة أخرى وانتقعت إلى فتح الكرات فوجدت حالة خاصة بها سيئة جداً الفيوز تم تعويضهم بمقاومات عادية ولا أعرف كيف عملت الكرات لصاحبها المفترض أن تحترق المقاومات من أول محاولة للضغط على الكرات وكذلك وجدت الكثير من القطع المنتزعة وهناك آثار لتلحيم سيئة على الكرات وأول شيء قنت به هو فحص مكان الفيوز الذي وجدت فيه قصر فقنت به حق من 0.75 فولت والسعمال لكاميرا الحرارية فوجدت واحد من الديارموس يصدر حرارة ونزعته تالياً وفحصت مرة أخرى فوجدت مكان آخر يوجد فيه قصر كذلك فقنت بنفس الخطوات السابقة فوجدت الديارموس آخر يحتاج إلى تغيير كذلك وبعدها نزعت الديارموس جرات الكرات كي أتأكد أنها تعمل وبعدها قمت بتغيير القطع المتضررة وبعد الانتهاء جربت الكرات أكثر تحت الضغط وظهر كل شيء جيد فيها ما عدا حرارة الفيرام المرتفعة والسبب أنه لم يكن لدي ثرم البط جيد فاضطررت لاستخدام واحد مستعمل كي أستطيع تجريب الكرات والكرت الرابعة هي الـ RX 1600 من أكسافاكس والمشكلة فيها هي شاشة سوداء وبدون حتى فتح الكرات أستطيع معرفة المشكلة الخاصة بالكرت فيمكن ملاحظة أن السويتش الخاص بالبيوس لا يعطي قصر في أي جهة أضعه فيه وبالتالي فهو لا يعمل فهذا المشكل شائع في كروت أكسافاكس فهي تستعمل سويت بايوس سيء للغاية والكثير منها تتعطل بسرعة فقنت بفتح الكرات تاليا وكالعادة فيمكن معرفة أن الكرات ليست جديدة من الحالة تترمى البالو الماجون الحراري فغيرت السويش الخاص بالبيوس وبعدها قنت بفحصه وهذه المرة ظهر كل شيء جيد فشررت الكرات تاليا لكن لم تظهر الصورة فنزعت شريحة البايوس لأفحصها أكثر لكن لم أجد أي مشكل فيها فكنت بتتبيثها وجربت الكرات فعملت هذه المرة بشكل عادي يعني في الغالي فشرائح البايوس لم تكن ملحمة بطريقة جيدة لهذا لم يتعرف الحاسوب على الكرات بعد تغيير سويش البايوس وآخر الكرات لدينا هي الـ RTX 3060 من شركة لم أسمع بها من قبل والشيء الوحيد الذي أعرفه عنها هي أنها تصنع تجميعات جاهزة مثل الدال وغيرها والمشكلة فيها هي شاشة سوداء والمراوح لا تدور كليا فكنت بفتحها تاليا وفحصها فوجدت أن الـ 1.8 فولت مفقودة في الكرات كليا وبالنظر عن قرب وجدت بعض القطع منتزعة وفي الغالي فالسبب هو الإغلاق الخاطئ للكرات فكنت بتلحيم قطع جديدة وبعدها جربت الكرات لكن لم تظهر الصورة مع أن كل جهود ظهرت هذه المرة فوضعتها ككرت ثانوي وجربتها مرة أخرى وحصلت على الخطأ أن الـ BIOS تم رفضه أو هو خاطئ فدخلت إلى الـ Windows والكرات منضوع كثانوي بالتأكيد فلم تظهر معلومات الـ BIOS وهذا شيء سيء جدا فحاولت حفظ الـ BIOS ونجح الأمر يعني بنسبة كبيرة فالمشكلة ليست من شريحة الـ BIOS نفسها فنزهت شريحة الـ BIOS كي أبحثها أكثر لكن كنت متأكد أنها ليست سبب المشكلة لأن صاحب الكرات لم يغير الـ BIOS فجربت بايوس آخر على كل حال وبعدها شغلت الكرات لكن كما توقعت لم يتغير أي شيء وبالتالي في هذه الحالة فهناك نسبة عالية جدا أن هناك مشكل داخلي في القلب جعلها لا يتصل مع الـ BIOS بشكل صحيح وقد وجدت أيضا أن قيمة الـ 1.8V منخافدة جدا بالمقارنة مع الكروض الأخرى يعني المشكل في الغالب له علاقة بالضر الأول الذي حدث للكرات وللأسف ستعد هذه الكرات كذلك غير قابلة للتصليح وفي الآخر كالعادة إن أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى دعمنا باللايك واشتراك السلام ترجمة نانسي قنقر